اشتركوا في القناة تطوعنا من أجل ولاية مدنين حتى نسترد حقها المسلوب منذ أكثر من خمسين سنة كأبناء للجهة ومن خلال طموحنا في التواجد في المجلس التأسيسي وبفضل دعمكم سنعمل على الدفاع عن مشغلكم هذا المجلس سيسوق دسورا لبناء تونس من أجل حياة كريمة أسسها الديمقراطية والعمل والحريات هذا لن يتحقق بدون تنمية عادلة بين الجهات تضمن أمن المواطن والاستقرار الوطن هذا يمر حتما بأحداث مواطن شغل عبر أحداث مشاريع تنموية نطالب ببعثها في المنطقة البنية التحتية طرقات المسالة الفلاحية مسالة تصريف المياه ببنجردان ومدنين الطريق السيارة يجب ربطها بمنطقة تاي مدنين وجرجيس ربط المنطقة بالقطار بالسكاك الحديدية استصلاح أراضي فلاحية وتوفير مرعة في منطقة بنخداش وسيدي مخلوف أبارة عميقة الاعتناب الثروة البحرية في بغرارة مدنين جرجيس وبنجردان الفلاحة الصغار والبحارة لازم يأخذوا حقهم نفس الحقوق اللي يتمتعوا بها غيرهم في المناطق الأخرى التصدي لاستغلال الفاحش للثروة السماكية بعث منطقة تبادل حر في بنجردان ومنها نوسع من الكتف المنطقة الحرة بجرجيس مئات الهكتارات غير مستعملة منطقة حرة ما تشغلش أكثر من مئتين شخص منذ عشرين سنة أعليش ما نأخذ الجزء منها ونعمل منطقة صناعية وقطب تكنولوجي هذا لا يكلف أموال طالة ويعطينا مواطن شغل عاجلة تنشيط ميناء جرجيس لاستقبال المقيمين بالخارج طبعا هذا يطلب بعث معاه التكوين لأبناء الولاية أكيد مع تأكيدنا على حق المواطنين في الرعاية الصحية والتعليم المجاني وتوفير الفضاءات الترفيهية أيضا وثقافية للشباب يد واحدة نبنو ولاية مدنين للحاضر ومستقبل أبنائنا شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة